لدى استقبال السمو للسفير الأمريكي في البلاد أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن العلاقات البحرينية الأمريكية تقوم على التعاون الثنائي المبني على المصالح المشتركة وأن البحرين تتطلع إلى أن يزيد هذا التعاون رسوخا والعلاقات وثوقا ويكتسب زخما جديدا مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإستمر التعاون البحريني الأمريكي منسجما وتاريخ العلاقات الوثيقة بين البلادين الذي يمتد لسنوات طويلة فيما نوها السفير الأمريكي بالتحركات والأنشطة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودورها في إرساء علاقات سياسية واقتصادية واستثمارية متينة مع الدول والتكتلات المختلفة هذا وكان سموه قد استقبل بقصر لغضبية صباح اليوم سعادة السيد وليام روبك سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين حيث استعرض سموه معه مسار العلاقات التي تربط البلدين وسول دعمها وتطويرها بالشكل الذي ينعكس إيجابيا على مستوى وحجم التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين وخلال اللقاء شدد سموه على ضرورة الفهم المشترك لمقتضيات المرحلة وتطوراتها وما تفرض من تحديات أمنية واقتصادية تستوجب تنسيقا وتعاونا دوليا يفوق النطاق الاعتيادي وقال سموه أن مملكة البحرين ترحب بأي تعاون يقوم على تغليب المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ويخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتطرق اللقاء إلى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث أكد سموه رئيس الوزراء دعم البحرين لكل جهد دولي يهدف إلى زيادة التعاون والتنسيق لتحقيق تطلعات الشعوب في العيش في أجواء من الأمن والسلام وبالشكل الذي يدعم جهود الدول على الصعود التنموية من جانبه عرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن شكره وتقديره لسموه رئيس الوزراء على اهتمام سموه بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا حرص بلاده على تنمية التعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ترجمة نانسي قنقر